كرآن قال لك إيه؟ اتبعوا أهواءهم يتبعوا أهواءهم يتبعون أهواءهم فعلم أنما يتبعون أهواءهم كذلك زينا لكل أمة عملهم المسألة أهواء تزين يعني المسألة عقلانية راشنل هي مسألة عقلانية ولا هي مسألة عاطفية مسألة هوى وحب وزينة أنا بحب جماع ذلك هم أحلى شيء أحلى أحلى زينة زينة كذلك زيّنّا لكل أمة ما قالش لكل كافر لكل إنسان لكل أمة لأنه إيه أنت لما تكون ضمن مجموعة تفكّر بعقلية ماذا؟ المجموعة ما بتفكّر بعقليتك ستقول ما معناها؟ هيا أنا سأعطيك كمان صدمة أخرى سابقة قرآنية وهذا ليس ممكن يكون من تفكير محمد ولا يجذر عليها محمد ولا غير محمد هذا من كلام رب العالمين من 1500 سنة الله قال لك هذه المسائل التي تضن إيه؟ وحسابات عقلائية وعقلانية وكذا أبداً كلها مسائل أهوائية عاطفية مزاجية تحرّكها الأمزجة والأهواء والعواطف وهذا صحيح علم الاستعراف الحديث يقول هذا صحيح مئة في المئة لغاية كما قلت لكم أنه إذا رأيت إيه جماعتك أو قبيلك أو من تظن أنه مرجعية يقولون هذا الخط قصير مع أنه طويل ووضح أنه طويل أطول من جاره أنت لن تقول إنه إيه؟ إنه قصير كما يقولون ستراه قصيراً الدماغ سيراك قصيراً الدماغ لا كذب يعني الدماغ هنا ضلل ضلل تضلل حقيقي إذا ما نعمل؟ إذا الدماغ في الحقيقة ضل ليس أنني كذبت وأنا وعي بأنني أكذب لا لا هذه كانت تجربة سالمون آش في الخمسينيات وهي كلاسيكية التنويع النيرولوجي عليها في التسعينيات أثبت أنه لا المسأة تتعلق بالدماغ نفسه وأنه يعيد المدركات الخسية يدركها بحسب بحسب اتجاه الجماعة شايفينها قصيرة في عين قصيرة هي لا إله إلا الله شايفينها حمر مش خطرة فهنا حمر طلعت وتحمر في عينيك بلع عظيم لذلك من قرأ المنقذ من الضلال وهذا الكتاب أخطر مما تظنون وهو الكتاب الذي استلهمه تماماً تقريباً لأنه ديكار بل سرقه كما قلت أكثر مرة لا أعود إليها هذا الكتاب خطير سترون إذا قرأتموه سترون من بيني ومن جملة الأسباب التي حيرت الإمام الغزالي وشارفت به على الضلال واسمه المنقذ من من الضلال لأن الغزالي كان هذا يضل ومكث تقريباً فترة ستة أشهر يعني كالشكاك يعني أغنوستيك لا أعرف وإن الحق وإن الباطل من جملة الأسباب العرض هذا العبقر النادر قدس الله سره الكريم تعالكم ما هو الحال هذه أنه كم الناس عندها دينها ودينها هو الحق وسعيد به وتدافع عنه وتستجهد من عجله وتحبه قال لك هذا بلاء عظيم صح ولا فتنة رهيبة عندما تفكر فيها رهيبة رهيبة أخطر مما تتخيل والدليل عنها أخطر مما تتخيل أنسى لنفسك يا أخي ويا حبيبي سأل نفسك قل أنا هنا في أوروبا مثلا المسيحية أنا في النمسا وهي بلد كاثوليكي جميل بلد كاثوليكي لي ثلاثون سنة وطب علاقاتي في العمل مع مسيحيين جيراني أكثرهم مسيحيون في الجامعات مسيحيون أستاذي المشرف كلهم على الأقل هذا كان يا خضي أم ماذا أن أقرأ كتابهم المقدس بعهداي القديم والجديد يعني أم الصحيح أنا متأكد أن معظم أنا أكثر من 95% على الأقل على الأقل هذا لم يفعل هذا لا فتح البيبل بسموهين بيبل البيبل هذا لا فتح البيبل ولا درس ولا حاجة ولو فتح أن يتعلم أريد أن يقرأ معك سبعة ثمانية تلاف صفحة شفت عاد واختلافات وأشياء لم يفعل ومكلف نفسه لماذا هو مفتضن وخلاص هفتح ليش يا سيد منع الحق المبين هل تعجب من جارك المسيحي إذا فعل الشيء نفسه ما خطر له وإنت ضيف عليه وبتنازعه في الوظيفة وبتأخذ بعض رزقه وبتتعلم هو المشرف عليك يعني أنت الأقل صحيح حضاريا أنت الأقل على الأقل حسب هذه الموازين لماذا هو شاهد نفسه ملزوج ومضطر أنه يذهب إلى القرآن وترجماته لا يوجد لا يوجد والبوذي شرحوا والكونفوشيوس صرحوا والجيني شرحوا والتوس شرحوا وهكذا كله شرحوا 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 فتنة عظيمة ها على فكرة ستقول لي شيء أصعب من هذا طبعا أعرف أصعب منك كثير أنه بكفيش أني أقرأ ما في البايبول لا يا حبيبي يجب أن تقرأ التاو الطريق ما فيه تبع لاوتسة ويجب أن تقرأ كتب الخمسة الإثنية والذين تقرأ ما يتعلق بالماركسية الاشتراكية العلمية والذين تقرأ أدبيات الإلحاد ومذاهب الإلحاد وأديان كثيرة ومذاهب قصة متعبة جدا جدا لو أوتيت عمر نوح لن تستطيع أن تفرغ من هذا ما رأيك الموضوعات خطيرة جدا هذه حساسة بتخوف لكن سبحان الله كلما مشيت معها أزيد وأزيد كلما تيقنت فعلا برحمة الله وإلهية القرآن وأنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يكون إلا كلام الله من 1500 سنة القرآن قال اللي بيكون ضمن القبيلة ضمن القطيع بفكر بعقلية يعني لمؤاخذة مع احترامي الكل وأنا مثلكم لو واحد منكم الآن متكيف على كلامي هذا معجب والله كلام حلو والله هذه فلسفية سيدي والله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عدنان نأخذ نحطه بين جماعة متشددين متمسلفين كفر فقط كفر 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 حيبعد يقول والله يا أخي صحيح كلام صحيح الأمور واضحة يا أخي لماذا نلعب الدين سيحس حلوه لأنه كل ما يظهر بيقول كلهم مبسوطين مبسوطين وبهزوا لحاحهم الكبير ما شاء الله عليهم وطبعا يا أخي واضح الأمور كفر يا أخي ما في كلام كفر انتهينا لا تلعب الدين إلا الأمور واضحة إياك سيجد حلوه ويمنسقن وإيش يقول كفر يعني كفر يا أخي وهذا عدنان لعوب هذا يرجع لجماعة عدنان يا أخي هم تزمتين هذول أكو لكن في صغيرنا مشكلة كبيرة هذه هذه درسة عالميا كما أفعل أنا تبدأ تفهم حالك أكثر نتبه مسائل خطيرة قلت لك وحساسة لذلك ربنا أعطانا مخلص يا لهم المخلص والله لا يقدر عليه إلا رب العزاء وما يعرفه إلا الله هتقول لي بالعقل هذا الآن بدلاً شرحت وقلت bureك هذا فعلاً هنا треб وقت ممكن ممكن متاح أو What he أبعد عن القطية أجيب أفكار الخطي большое أجيب أفكار القطية أفكار الجماعة هذولا و أفكار الجماعة هذولا وأفكار الجماعة هذولا أنا أحرت بين pink أربع جماعات أجيب أفكار الجماعات الأربع أو الـ الأربع جماعات إذا معرف Conversation هو واضح ومقرّد يعني أجيبها مش الجماعات نفسها الأفكار وأشتغل عليها لحالي أو مع صاحبي نين بس نين ثلاثة لا بعون اللابسة عندك إمكانية أن تكون أحكامك إذا استوفيت الآلة واستوفيت الجهد في الفهم والمقارنة وكان عندك اللياقة أنت حكم من أهل العلم أنت تكون أحكامك أقرب إن شاء الله إيش إلى الحق إلى أن تكون راجحة من وين قال تعالى في سورة سبا قل إنما شوف إنما كان أولا بقول ما في الشي للطريقة هذه غير هيك إنسى إنسى يا الله محلل القرآن يا أخي قال لك أباي عشان تدرك أنهم عند الله ما هو كلام بشر هذا قل قل لهم يا خيرتنا يا حبيبنا إنما قل إنما أعيضكم بواحدة مش طالب منك خطة مشتبكة معقدة لا 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 هي خطة من خطوة هي خطة من خطوة خطوة واحدة بس ما هي يا ربي أن تقوموا لله مثنى وفرادة اثنين اثنين أو أحد يكون أحسن كما لسا مثنى وفرادة ممنوع ثلاثة أربع خمسة إنسى إذا الله أرشدنا إذا أردنا أن نعرف الحق أن نفعل ماذا أن نفكر فيه ونعيد النظر فيه ونغلغ له إيه مثنى وفرادة اثنين اثنين أو إيه أو أفرادا طب ليش يا رب واضح لأنك حين تكون مع الجماعة تضلك الجماعة في خطب ومحاضرات التشويش قلنا سبحان الله من موجبات التشويش في الأحكام ليس بس عند القضاء كل الأحكام كل الأحكام إيش هو الفريق التيم إذا ثلاثة ضدي أو اثنين ضدي بلاقي حالي لاشعوريا سرت أشوف المسألة بما يتوافق مع إيه مع منظورهم صحيح لو كنت وحدي لا سوف أي أرى أي شيئا مختلفا شفته مسألة خطيرة تخطير